علامات دون المستوى تم تسجيلها خلال التصحيحين الأول والثاني لامتحانة شهادة تعليم المتوسط مادة التاريخ والجغرافية سجلت أدنى العلامات بحسب الأساتذة أما الرياضيات فكانت نوعا ما مقبولة والعملية التي تتم بسلاسة اليوم دخلنا في التصحيح الثاني تعورق التلاميذ نتائج المستقصات من التصحيح الأول كانت لا بأس بها النسبة تتراوح 50% من نتائج التلاميذ عندهم المعادل الإشكالية التي وجدوها التلاميذ كانت في الوضعية الإدماجية في سياغة أسئلة الوضعية الإدماجية كانت تتضمن سؤالين فقط وضمن السؤالين هناك أسئلة فراعية هذا ما سبب الارتباك لدى التلاميذ أنا نقدر نقول لك بالنسبة للمدة التاريخ والجغرافية نرني رئيس للجنة نتائج ضعيفة في العشرة أوراق نجد ورقة واحدة فيها المعادل نتائج شوية ضعيفة الأساتذة المصححون اشتكوا من الإرهاق والتعب الذي بات ينال منهم فبعد موسم دراسي متعب اختتمه الأساتذة بعملية صبر نقاط في الكشوف تلتها مباشرة عملية الحراسة في الامتحانات وبعدها التصحيح وهو ما أثر سلبا على الأساتذة أستاذي في نهاية السنة عنده يصحح الأوراق تاعه ومبعد مطالب باش يصب النقاط باش نبعتوهم للوزارة ومبعد نديروا الاستدارات ومبعد مور الاستدارات نزيدوا نعودون نروحوا نقطروا الامتحانات على البكالوريا وتعاليما المتوسط في بعض الأحيان مع الباليش أنا إلا كان شاركوا في جماعة المتوسط في الآخر ومبعد في نهاية المطاف مزل ما يكمل شهادي يصيب روحوا في التصحيح الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط سيكون على أقصى تقدير وبحسب الأساتذة يوم الثلاثاء ليتم الإعلان عن النتائج في الفاتح من شهر جوليا القادم